مدير الكرة من نادي الأهل. ألف مبروك كابتن سيد. كابتن سيد. كابتن سيد. مبروك يا سيد. ألف مبروك يا سيد. كان عندي سؤال عايزة أسأله لك. كنا سنتكلم فيه بس بمجرد أن أنت بقى دخلت معنا ندخلك في الموضوع معنا. دلوقتي طبعاً إحنا النهاردة زعلانين كلنا بإصابة رمي ربيعة. وده من ضمن السلبيات أو الخسارة من برات النهاردة. أنا بتكلم الفترة اللي جاية يا كابتن سيد. عندنا تقريباً كل ثلاث أيام مباراة. يعني إحنا عندنا النهاردة ستة وعشرين. وبعدين عندنا ثلاثين كاس مصر. نادي الترسانة. وبعدين عندنا يوم ثلاثة النادي المقولين العرب. وبعدين يوم سبعة. وبعدين يوم داشر بيرامدس. الفترة اللي جاية ديت. حيبى فيه إجهات جامد جداً على اللعيبة قبل ماتش الوداد. حسناً. يعني هم عندنا مقولين واربعهم طبعاً. زي ما أنت ذكرت كده وقلت يعني. لكن طبعاً يمكن الحمد لله على المكتب المغضر وكل حاجة. لكن راحبتها الآن طبعاً على إصابة رومي. واه كانت المنبارات اللي جاية ممكن بكيها راحة البعض اللي هي بخصوصاً اللي خدت عدد كبير جداً من المنباريات وتويسات اللي طواتي. ألو؟ معاي كبسة. طبعاً فيه اتجاه أكيد. يمكن فيه اتجاه لأنه عمر كمان. عندي ثلاثة امزارات كده كده مش يلعب. تايمان أشرف كده كده مش يلعب. المكان ده ممكن إلا فيه نقص شوية لغياب ده عناصر كتيرة. لكن في عندنا ياسر إبراهيم وهي يرجع أحمد فاسل. لكن كمان عايزين نرايح ببعض العيدة زي ما قلت الحماكن اللي هي وغدا عدد كبير جداً من المشاركة. وذي عالي معلول مثلاً. عالي معلول ممكن إلا فيه عنده جهات بشكل عام كده. من قطر المشاركة. لكن ما بيش بصبات الحمد لله رب العامين. بس احنا ممكن إلا فيه سفر ليه. يارضوا يشوفوا صوته فترة صغيرة. وكده في الوقت بعد ما يستمم بالمنتخب. وكده كده مش يلعب المباراة اللي جاية. وهعايزين نرايحه. يعني برضو يدينا إطمع أننا عليهم ما يبقاش فيه مشاركة كبيرة على فترة النواية. مباراة المنتخب الأولى. وكان فيه اتصال مابيني ومابيني. مدير الفني للمنتخب التونس النهاردة. وانتفقنا على بعض الأمور كلاك. المدير الفني كبت المونزر. ومدير الفني الوطني المنتخب التونسي. اللي مره خاصة علي معلول. لكن كان فيه السلام النهاردة مع فيلر وعلي وأنا. نديله مساحة من الراحة كده. ما داش موجود مسارك معنا في مباراة التسالة. وده هتبقى يعني متأثمة يعني. ممكن المباراة اللي بعدها يبقى فيه حد تاني ما بيشتركش. المباراة اللي بعدها يبقى فيه حد ثالث ما بيشتركش. بأن المباراة الوداد قربت جدا. كنت مش عايزين نفقد حد. عايزين نفس العناصر مؤسرة في المباراة الأهم. بطلس الدوري خلاص بحلوها ومراها لحد الله رب العالمين. نطلنا عليها وقدناها يعني. اه طبعا عايزين نكتب المباراة التانية وكل حاجة ما يبقاش فيه يعني ضرب في النتائج ولا حاجة أو فيه نوع من سجدات النقاط. لكن الهدف الأكبر انت مطلعش من العيب ولا التانية. طبعا. ده كان التجاه لعلي معلوله وعمر السلية وأيمن. أسفاق المباراة اللي بعدها ممكن يبقى حد تاني يعني. علي معلوم ممكن يسافر ببكرة أو بعد بكرة على حسن ما نشاهد الطوران بتاعه ايه. وفيه ابتصال مستمر زي ما وصلك ما بينه وما بينه المتخب التونسي. دي قد يلعب المباراة الأولى وقد يلعب المباراة الثانية على عدد من الوقت. يعني أو يلعب المباراة الأولى بس. هنشوفها المصطقة ايه مع المتخب التونسي. كبت سيد. كنت عايز اسألك على سفر عدي معلول اللي حضرتك كلمت عليه. هل هو واخد أجازة معينة ومش هيلعب عدد معين من المباراة مثلا. ولا هو واخد أجازة مفتوحة شوية وحيرجع مثلا قبل المباراة مثلا. المؤولين أو قبل مباراة بيراميدز. لا هو كده كده. كده كده. كده في ففا دية من أربعة أغسطس. يعني في السورة من أربعة أكتوبر. أكتوبر. يعني كده كده في ففا دية يجب أن يكون موجود في المنتخب بلاده. وممكن يكون هناك تونسيط كما قلت لك. وبدأناه مع المنتخب التونسي. كان هناك تونسيط في اتصال المعارضة مابينة. يعني كل لنا أمال واسم ما فيش لقدر. أصابت عوقه. يعني وكده على كده احنا متفقين أن علي كان هيريح المقصين اللي جايين. أيوه. يعني هيريح بشكل كويس. حتى يبقاش فيه إصابات يعني. النهاردة النهاردة آآ بعد اللقاء. تكلم مع آآ تكلمنا مع آآ آآ غيلر وعلي. وآآ آآ مش هيلعب الكبارات من اللي جايين. فيسافر ياخد يومين مع أسرته. وينضم المنتخب بلاده. وفي نفس الوقت يلقى فيه تنصيق مع المنتخب ده. حتى ما يبقاش فيه شاركة بشكل كامل للمقصين اللي جايين. طبعا هو لهو حق اللي. يا ده ده ترقيته. يعمل اللي هو عايزه. لكما تكلم في التنصيق ما يبقاش فيه. لأنهم هيلعبوا يوم تسعة مع السودان. وبعدين هيلعبوا يوم آآ آآ تلتاشر مع ناجيريا في النمسة. أيوه. يعني هتبقى الرحلة برضو. بعد كده انت عندك سبعتاشر آآ كمية في النمسة. ولو انت عشرقته برضو كمية كبيرة من المباراة. ففي فترة صغيرة هتبقى عالية. وهو أصلا تشارك تقليل فترة صيلة. مع ناجر الاهلي في موظم المباراة. أو كل المباراة يعني. يعني انهم في كل الذاكرة يعني. طب كابتن سيد. كنت عايزة تكلم برضو على ان المباراة الودات هتبقى يوم سبعتاشر في المغرب. احنا عندنا مباراة قبلها يوم حداشر مع بيرامين. واحنا طبعا عارفين ان الحيطة لما يكون في واحد لقدر الله هيتصاب ولا حاجة. المدة غير كافية انك انت ترجع تأهله من الإصابة. او ترجعه من الإصابة في خلال خمس ست يام. هل في هناك اتجاه ان احنا نأجل ماتش بيرامين قبل ماتش الودات؟ لا يعني هو محطوط الحقيقة بقى لفترة. هو احنا برضو مش عايزين نلعب في الجدول القوي. يعني طبعا يعني في المباراة موجودة ومحطوطة في يوم حداشر. احنا بقى يعني مش عايزين نحط برضو العناصر اللي قدر لط تبقى مباراة مهمة وعايزين نكسبها كحسابات معنوية. لكن كحسابات رقمية والحاجة من الموضوع المنتهي يعني. فايصل الاهم هو المباراة الودات يعني. فعشان كلا بقى حاجة كتير تجاه عندنا داخل تحاول تريح عناصر كثيرة ما تبقاش فيها يعني اجهاد او لا قدر له اصباط فتاف فتحاد لان المسافة زي بحضارة قلبك تتعيما بقت قصيرة جدا. فلا قدر الله يقع منك هيبقى صعب ان انت يعني تجيبه قبل مباراة الودات يعني. عشان كده يعني قلنا وفضلنا ان يبقى علي عنده راحة الفترة اللي جاي عشان مشاركة كانت كتير الفترة اللي فاتت. يبقى يروح مع متخب بلاده وكمان لما يبقى فيه تنصيق مع مجرد فني مونزر كابتن مونزر مجرد فني المتخب الترسي يبقى افضل واحسن. وده اللي انا عملته النهاردة واتكلمت معي يعني قبل حتى لفاء النهاردة. طيب عايزينك تمنى عن التشخيص المبدائي لإصابة الكابتن رمي عبيعة كابتن سعيد. طبعا يعني هو حاس بالخلفية بشكل ممكن ما يبقاش بسيط يعني. فخلينا نشوف بكرة اللي شاعة تقول لي يعني يا رب النهاردة النهاردة ستة وعشرين من هنا. يبدون. ايو كابتن. كان الصوت راح مسمعناش ممكن تقول تاني معلش. بإذن الله يا رب العليم. حابب تقول الجمهور النادي الآلي تطمنوا قبل ما تشل الوداد كابتن سعيد. والله يبص إحنا يعني اللي أنا عرفه ولا أنا فحامه على طول تاين. الجمهور النادي الآلي مش بحتاجه صوية. لكن اللي أنا فهمه إننا عددنا شغل وعددنا شغل كتير جدا. شغل مش بسألة إننا يعني بتموت نفسك الملعب وخلاص. يعني فيه شغل كمان فيه وقت بعض وضعوات بيبقى بحتاج حسابات مرحلية. يعني المرحلة اللي جاية تبقى أهم شوية فتي. يبقى أنت بتحسنها بشكل بشكل دقيق جدا جدا عشان ما تختارش عنه. يعني المرحلة أنت أهدافك فيها هي مباراة الوداد. يعني عندي أهداف معنوية أن أنت تكتب المقصات اللي أنت ماشي بيها وكل حاجة. لكن عندي أهداف رؤيطية أن أنت من لا قدر الله ما تختارش حد يعني. فده يعني تعيد وقرر في الحتة دي. لأن المسافة ده قريبة جدا ما بين دلوقتي ما بين مباراة الوداد يعني. فإن شاء رحملنا يكون عند حسن الظن وفتحصلة نكون كاملين وبصورة كويسة ونكون دوافعنا كويسة ويكون التوفيق معنا بإذن الله. بإذن الله بالتوفيق دائما كابتن سيد ونشكرك شكرا جزيلا. وبالتوفيق المباراة القادمة إن شاء الله.